اهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة الظهر من الوطنية الأولى وإليكم العنوين تواصل تزويد محطات بيع البنزين بالوقود بنسق تدريجي والطبوب يؤكد أن المنظمة الشغيلة ملتزمة بالاتفاق المنظى بينها وبين منظمة الأعراض استعداداً لشهر رمضان العائلات تشرع في اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وتباين في الآراء بشأن أسعار هذه المواد مقتل ثمانية جنود في هجوم استهدف معسكر تدريب تابع لقوة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر جنوب ليبيا أهلاً بكم يتواصل بنسق تدريجي تزويد محطات بيع البنزين بالوقود تنفيذاً لقرار أصدره رئيس الحكومة يوسف الشهد أمسي ووفق وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة فإنه تم برمجة 140 سفر انطلاقاً من صباح اليوم لتشمل مختلف ولايات الجمهورية وبالخصوص المناطق الداخلية موضحة في بيان أن عدداً من الشركات البترولية سخرت أمسي شاحنات لتقوم بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين لتبلغ مجمل هذه السفرات حوالي 80 سفر بكمية جملية تقدر بـ 32 ألف متر مكعب من الوقود انطلاقاً من رادس وصخيرة وجرزونة وأضافت الوزارة أن الوقود متوفر بمختلف الولايات وأنها تسعى جاهدة إلى تلاف الإرباك وتعطل مصالح المواطنين وكان أعوان نقل المحلوقات واصلوا إضرابهم المقرر لأيام الثاني والثالث والرابع من ماي الجاري رغم التوصل إلى اتفاق في الجلسة التي انعقدت الخميس بمقر وزارة النقل بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة وأعضاء الجامعة العامة للنقل وفي هذا الصدد قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي إن المنظمة ملتزمة بالاتفاق الممضى بينها وبين منظمة الأعراف وأكد أن سائقية الشاحنات المخصصة لنقل المحلوقات استأنفوا عملهم اليوم بعد إلقاء اللقاء الذي جمعهم أمس مع هياكلهم النقابية بالجامعة العامة للنقل نتحمل مسؤوليتنا بعد إمضاء الاتفاق كان عندي رؤية داخل الاتحاد بطبيعة الحال لم يلتزمش بما بدل الاتحاد ومقرارات معناها مؤسرة الاتحاد وهياكل ومعضوش ما كان في الاتحاد لعمل تنصر الشغيل فالبارح بعد اللقاء طلبوه معناها هياكلهم النقابية مع الأمين عام المساعد في القتال الخاص مع الجامعة العامة للنقل واليوم رجعت الناس كلها تشتغل بصفة عادية ونتعلموا كلهم الأخطان وقدرنا كيف ننمي الوعي ونتعروح المسئولية في أكثر ما يمكن اليوم في حاجة له لبلادنا فشأن الأمني أوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن الوحدات الأمنية تمكنت من الحصول على معطيات على غاية من الأهمية وإحباط عمليات إرهابية يجرى التخطيط لتنفيذها خلال شهر رمضان وذلك في إطار مواصلة العملية الأمنية التي تم القيام بها بجهة القصرين غرة ماي الجاري والتي أسفرت عن الإقاع بالعنصر الإرهابي الخصير رائد التواتي وأضف البلاغ أن الجهود لا تزال متواصلة لإلقاء القبض على أحد العناصر الخطيرة المرتبطة بالمجموعة المذكورة والذي يتحصن بالفرار مع اقتراب شهر رمضان تكثف العائلات التونسية هذه الأيام استعداداتها للشهر الكريم من خلال اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية كاميرا الأخبار رصدت الاستعدادات في ولاية جابس حيث تباينت أراء المواطنين بشأن أسعار هذه المواد تقييم الأسعار اختلف من مواطن إلى آخر ولكن الإجمع كان حاصلا حول ضرورة عقلانة الأسعار ومرعاة المقدرة الشرائية للمواطن التي تدهرت بشكل لافت ينزم يرعونه يرعون الزوالي اللي ما عنديش اللي ما يخدمش البطال اللي حتى بابا عائلة وفرد واحد في العائلة ما عاشق يم حتى شيء فما حاجات معناتها غالية شوية فما حاجات معناها في متناول المجموعة شنو اللي لقيتها مثلا قاعد غالي بسرعة ولاي الخضر فمتل الخضر والغليل كيمة البانان كيمة الفريز كيمة التفاح كيمة البوردغان كيمة معناتها ما زالتها شوية فمتل هم التماطم والفلفل كيمتلها والفاقوس والواحد معناتها فما ذاية شوية ما لقيت شي طايح كان الفلفل أخضر ببلفو ولا هذكا هو بدينار هذه زي عندك الفلفل الكلب الفل وخمسمية ألف وخمسمية تلالاف أحبط 1280 البطاطا 1450 نأخذ 13% 1495 اليوم بركة بعتنطرها شوي ولا بلب ألفين بالجملة اليوم أسعار الخضر حسب بعض التجار انخفضت وأسعار اللحوم الحمراء بقيت مرتفعة وانخفض الإقبال عليها حاجة ما تصفش في الأغلالة الحاجة تحط عليها إيدك تقاس نار نار تشعر نار ما تنصل للمواطن نحن نأخذها نار ما تنصل للمواطن ناري ما إذا نحن اليوم بركة ضمزتنا 500 في الكيلو فهمتوا كنا نأخذ فيه بـ 18 دينار وـ 500 وإن نأخذ فيه بـ 19 دينار وما زال بشو وصل حتى إلى 20 دينار هو العجل هذا مع حلول شهر رمضان يزداد استهلاك المواطن استهلاك يفوق في بعض الأحيان حسب البعض الحاجة ويزيد ذلك في ارتفاع الأسعار تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر أفريل الماضي إلى 6.9% بعد أن كانت في حدود 7.1% خلال شهر مارس 2019 و7.3% خلال شهر فيفري من السنة نفسها وثق بيانة نشرها المعهد الوطني للإحصاء وأرجع المعهد في نشريته حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر أفريل 2019 التي أصدرها أمس هذا التراجع أساساً إلى تقلص وطيرة ارتفاع مجموعة التغذية والمشروبات من 7.5% إلى 6.6% خلال الشهر الحالي أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني عن انطلاق التسجيل عن بعد بالنسبة للراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني بداية من شهر جوان 2019 وأفادت الوكالة بأنه سيتم توفير نحو 24.856 موطن تكوين مهني خلال دورة سبتمبر المقبل بمراكز التكوين المهنية التابعة لها وستشمل مواطن التكوين المتوفرة جميع القطاعات الاقتصادية منها بالخصوص الكهرباء والإلكترونيك والبناء والأشغال العمومية وتوابعه إضافة إلى قطاعات الآلية العامة واللحام والتركيب المعدني والنسيج والإكسان في شأن الصحي بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطن نظمت الكشافة التونسية قافلة صحية بحي الزهور بالعاصمة بالتعاون مع بلدية المكان وبعض مخابر الأدوية بادرة استحسنها متساكن والمنطقة وطالبوا بتكفيفها مقر الكشافة بحي الزهور تحول صباح اليوم إلى مستشفى ميداني لفائدة المواطنين للتقصم من الأمراض المزمنة على غرار السكري وضغط الدم وأمراض القلب هذه القافلة الطبية التي نظمتها الكشافة التونسية بالتعاون مع بلدية الزهور وبعض مخابر الأدوية هدفها تقريب الخدمات الطبية من المواطنين التظاهرة هذه فهى عملية اكتشاف للضغط الدم والسكري مع وجود أطباء اختصاص القلب والشريين ما عندوش تغطية اجتماعية واللي هو عندو أمراض مزمنة ويزم يعالش نحن كديرة بلدية باش ننسكوا مع ناخذوها نتكفلوا به وننسكوا مع وزارة الشهولة الاجتماعية عن طريق المرجدة الاجتماعية المسؤولة بالديرة ونحاولوا نعطيوها دفض العلاج كي يكمل بيها اللي يداوي بيها على المرض المتاعهم متساكن الزهور استحسنوا لذي البديرة مطالبين بتكثيفها وجعلها دورية نظرا لأن العديد من المتساكنين غير قادرين على التنقل للمستشفيات بها ياسر فهمتي باش فما ناس معناها ما تقدرش معناها باش تعدي وتتنقل ولا حاجة تسمى حاجة به فرحانة مش فرحانية مفكرة بالقدر بالقدر بصراحة الطبيب يخل مواطن ولا والطبيب يخل راحتو شفتنا جمعك باشتو كنت معهم يخل راحتو بالقدر ولا بس الحمد لله هايلا والله لظيم هايلا فرحت بها بالقدر والله أوليدي رحمة قافلة طبية في الأحياء الشعبية مطلب يرجو المواطن وأن تعمم في كل الأحياء والمناطق ويرى القائمون عليها أنها جزء من التوعية للكشف المبكر عن الأمر هذه المزمينة وفي معتمدية ذهيبة الحدودية نظمت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين بالتعاون مع عدد من الجمعيات قافلة صحية في مسعى للحد من نقص أطباء الاختصاص بالجهة في معتمدية ذهيبة الحدودية هو الإشكال ذاته المستمر منذ سنوات عديدة بنقص الأطباء المختصين والخدمات الصحية في الطب العامة وكذلك الإطارات الشبه الطبية في هذه المعتمدية إلى جانب استمرار التسيير الإداري المزدوج بين المستشفى المحلي برمادة ومركز الصحة الأساسية بذهيبة وتداعيته على هذه الخدمات الصحية طالبوا بفصل مستشفى ذهيبة على مستشفى المطا وكذلك المناطق المجاورة لأن المناطق الليبية كلهم يجلي يعالج هنائتي في مستشفى ذهيبة هذا الحاجة الأولى وانطالبوا كذلك بتب أسناني الأسنان موجود والطبيب الأسنان ليس موجود هو هذا الحشي فهمت هو توفير لدوية لدوية هذا فهمت حدد كرد وتيجي هنائتي يعالج وعند كارنابيت لكن الدوية يعطيها أردنونس الدوية يمشيشي لهم السيدلي حابين الادارة الصحية باسترتقي إلى مستشفى محلي معنى تولي مستشفى محلي تولي عندها إدارة وحدة تولي عندها ميزانية وحدة والقوافة الذية هنا هي في العالم يخطيكش مرة في مبادرة للحد من هذا النقص المتواصل في طب الاختصاص بذهبة عيادات طبية مجانية في اختصاصات مختلفة أمنها الساتذة والطباء في سياق قافلة نظمتها الإدارة الشهوية للصحة بالتطوين بالتعاون مع عديد الجمعيات في معتمل دية ذهبة الهدف ملقاف لهذه اللي تضم عديد الاختصاصات الصدرية أمراض النساء أمراض العيون أمراض القلب والطب العام لهذاك عليش حبينا أحنا نسهلوا على أهلنا في ذهبة اللي هي منطقة حدودية وهم جدا أننا نجيوا لهنا ونباشروا ونشوفوا حالات اللي هي فهم حالات هامة جدا وتستحق العيناء وتركيزه وتستحق المتابعة فهم طبيب أسنان إن شاء الله تريبين توبش يكون معناها في جهة ذهبة ومع ذلك وعلى أهمية ما قدمته هذه القافلة من خدمات صحية بذهبة ينتظر لأهالي تدخلات دائمة وحقيقية لحل معضلة الخدمات الصحية بهذه المعتمدية أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل خلال اختتامه للمنتدى الذي عقد صباح اليوم وتناول دور المنظمة في الانتخابات المقبلة والمسار الانتقالي أكد أن المنظمة لها من النضج السياسي ما يخول لها قراءة الواقع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأوضح أن مساهمة المنظمة الشغيلة تتاجه في مرحلة أولى نحو الدفع لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية لوجستيا من خلال تحفيز المواطن على ضرورة التسجيل أحلى الاتحاد ما نجموش ندخل بقائمات خاصة بنا ولكن النقابيات والنقابين اللي هما في حزاب من حقهم يترشحوا في الحزاب من تاحهم اللي ما هوش في حزاب ويحب يترشح في قائمات مستقلة اللي هو حرية الاختيار ولكن ليس باسم الاتحاد العام التونسي للشغل مشكون مساهمة كذلك بمرقبة الانتخابات ما قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات بشكة معناها نحافظ على الفرصة لجيتنا التعايش الديمقراطي والممارسة الديمقراطية مشكون على مستوى المضمون كذلك اللي من خلال البرنامج الاقتصاد والاجتماعي في موضوع متعلق بالشأن الإعلامي نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعاون مع منظمة المادة 19 نظمت تظاهرة الأبواب المفتوحة بهدف تسليط الضوء على عمل وحدة الرصد بالهيئة والتقنيات المعتمدة خلال هذه العملية تظاهرة تهدف إلى التعريف بعمل وحدة رصد الإعلام السمعي البصري بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والتقنيات المعتمدة في هذه العملية إضافة إلى تسليط الضوء على دور فريق وحدة الرصد في حماية حرية الإعلام والتوقي من خطابات الكراهية والتصدي لها قدمنا تدريبات لهذا الفريق في هذا المجال بالتحديد الدور الموكول للفريق وطبعا رصد الحالات التي يرى فيها الرصدون تجاوز لحرية الإعلام ويرفعها لمجل الهيئة للقيام بالقرارات اللازمة من جهتها أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري رضي السعيدي أن وحدة الرصد تعتبر العمود الفقار لعمل الهيئة خاصة أنها الجهة التي تصهر على رصد الإخلالات والتجاوزات في المضامين الأعلامية كذلك هي مطالبة برصد التعددية والقيم بمختلف التقارير اللازمة سواء خلال فترة الانتخابية أو خارجها وكذلك نقوم بجملة من التقارير والدراسات حول مجموعة من المواضيع سواء متعلقة بالمرأة بالطفل أو غيرها وباعتبار أن خطاب الكراهية يمثل خطرا على النظام الديمقراطي فإن عملية التصدي له تمثل مسألة جوهرية لكن دون المساس من حرية التعبير والأعلام هناك أصناف متعددة حسب المعايير الدولية هناك خطاب الكراهية الصنف الخطير وهذا الصنف مثلا التحريض على القتل أو التحريض على العنف أو الدعوة إلى الحرب هذا الصنف من الخطاب يجب التعامل معه بالعقوبات السجنية الصنف الثاني من خطاب الكراهية هو خطاب الكراهية الذي يحمل نوع من العنف لكن لا يدعو إلى القتل وهذا الصنف يجب التعامل معه بالعقوبات الإدارية والعقوبات المدنية مثل العقوبات التي نصلتها هيئة الاتصال الصمع البصري خطابات كراهية يجب التعامل معها ليس بمقتضاء العقوبات بل بمنطق فتح باب الحوار ومحاولة إقناع الآخر للإيمان بثلاثة قيم أساسية وهي قيم التفتح، التسامح والتعدد ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية واحتدام المنافسة بين الأطراف السياسية يرى مراقبون أن منسوب خطاب الكراهية يشهد ارتفاعا وتؤكد الهيئة أنها بالمرصاد له لتنقية المناخ الانتخابية حملت الجامعة التونسية لمديري صحف الحكومة مسئولية الوضع المأساوي الذي تعيشه الصحفة المكتوبة بسبب ما وصفته بممطلتها في تطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تساعد على ضمان ديممة هذا القطع وأوضحت في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن العديد من الصحف الورقية توقفت نهائيا عن الصدور وغيرت خريات دوريتها وانقطعت صحف رقمية عديدة عن النشر فيما يتهدد المصير نفسه العديد من الباقية مشيرة إلى أن مؤسستين اضطرت إلى تسريح العشرة من الأعوان بالنظر إلى تركم الصعوبات التي تواجهها منذ 2011 وغياب أي مبادرة للحيلولة دونها في جديد الوضع في الجوار الليبي أعلن رئيس بلدية سبها أن ثمانية جنود قتلوا صباح اليوم في هجوم استهدفة معسكر تدريب تابع لقوات المشير خليفة حفتر في المنطقة العسكرية بسبها جنوب البلاد وفيما لم يتم تحديد هوية المهاجمين فإن مصدرا بقوات شرق ليبيا اتهم عناصر داعش الإرهابي ومسلحين من المعارضة الشادية لتنفيذ هذا الهجوم وقد وصلت تعزيزات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي إلى موقع الهجوم حيث قامت بفك الحصار عن الكتيبة التي تعرضت للهجوم في الأثناء وفي ضوء الاشتباكات حول العاصمة ترابلوس أعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على تمركزات تابعة لقوات حفتر في محور واد الربي حيث دمرت عددا من الآليات معلنة بدأ تمشيط المناطق المسيطار عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أربعة فلسطينيين اثنان منهم في مسيرات العودة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وأخران في قصف إسرائيلي استهدف القطع في الأثناء توعدت المقاومة الفلسطينية بالرد على هذا العدوان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطع غزة إلى أربعة باستشهاد أحدهم فجر اليوم متأثرا بجروحه البليغة التي أصيب بها خلال مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط القطع وكان ثلاثة آخرون قد سقطوا إما بالرصاص أو في غالة جوية شنها طيران الحربي الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة وتنظف هذه الحصيلة إلى ستة فلسطينيين آخرين سقطوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أفريل الماضي بكل من قطع غزة والدفة الغربية المحتلة وقدعت قيادة غرفة العملية المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطع غزة لرفع جهزية دفاعاتها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة وأخيرها قيام الطيران الحربي بشني سلسلة غارات على القطع ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين واستهدفت طائرة الاحتلال سيارة تابعة للمقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمال القطع فيما لدت المقاومة الفلسطينية باستهدف بعض المستوطنات الإسرائيلية بعدد من الصواريخ وكرد على هذه التطورات أغلق الجيش الإسرائيلي عدة مناطق محاذية للسياج الأمني لقطاع غزة في إعلان لحالة استنفار أمني سيما بعد تأكد إصابة جنديين إسرائيليين تأتي هذه التطورات الميدانية بعد نحو شهر من الهدوء النسبي لتنسف تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي رعتها كل من مصر والأمم المتحدة خلال اجتماع عقد في العاصمة الأثيوبية أديسابابا اتفق طرفان نزاع في السودان على تمديد فترة تشكيل حكومة وحدة وطنية لستة أشهر إضافية وفق بيان الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا وقد أرجع الجنبان سبب التمديد إلى ما اعتبره غياب الإرادة السياسية والتمويل الكافي لتنفيذ المهام الحيوية المعلقة جاء ذلك غدا تأعلن الإذاعة الرسمية بجنوب السودان أن الرئيس سلفاكير رفع حالة الطوارئ في مناطق شمال البلاد في إطار جهود للمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية وضمن آخر تطورات الملف النووي الإيراني المثير للجدل وردا على الحملة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إنتاج إيران لليورانيوم وتوسيع محطة نووية سعدت طهران من لهجتها متعهدة بتعزيز صدراتها غير النفطية لمواجهة العقوبات الأمريكية بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج الإيرانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية في تكفيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ البلستية والحد من نفوذها بالمنطقة صعد الرئيس الإيراني حسن روحاني من لهجته اليوم قائلا إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأمريكية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصدرات غير النفطية وقال روحاني إن واشنطن تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي ما يتطلب زيادة طهران دخلها من العملة الصعبة وخفض أنفاقها من العملة مشددا في السياق ذاته على ضرورة رفع الإنتاج وزيادة الصادرات الإيرانية غير النفطية بهدف مقاومة المخططات الأمريكية ضد بيع النفط الإيراني على حد قوله ومن جهته قال وزير النفط الإيراني إن بلاده لن تبقى صامتة إذا هدد أعضاء آخرون في منظمة الدول المصدرة للنفط أوباك مصالحها مشيرا إلى أن بلاده عضو في أوباك بسبب مصالحها تأتي هذه التصريحات شديدة اللهجة غد تثالي في إجراء عقابي ضد إيران في غضون ثلاثة أسابيع بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصب التي يجيزها الاتفاق النووي تزامنا مع دخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث التنفيذ أمسي والقاضي بوقف الإعفاءات الأمريكية من العقوبات لثماني دول من كبار مستوره النفط الإيراني وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا وطيوان وإيطاليا واليونان فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني وذلك في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا وتمثل هذه الإجراءات الأمريكية ضد إيران جزءا من إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عزلة دولية سياسية واقتصادية على طهران بدأت بانسحاب الولايات المتحدة في مايه 2018 من الاتفاق النوبي الذي وقع عام 2015 مع الدول الست الكبرى في أخبار الرياضة يبحث والترجي الرياضي عن بلوغ نهائي كاسر بيتز الأبطال الإفريقية ومواصلة الدفاع عن اللقب عندما ينزل بعد قليل ضيفا على مازنبيا الكونغولي انتلاقا من الثانية ظهرا ضمن إياب نصف النهائي ويأمل فريق ببسويقة في تدعيم أسبقية الذهاب بهدف دون مقابل للعودة بورقة العبور للنهائي القاري سيكون الموعد عشية اليوم مع نهائي كأس تونس للكرة الطائرة والذي سيجمعها نجم الرياضي الساحل بالترجي الرياضي التونسي بالقاعة الأولمبية بيرادس بداية من الساعة السادسة الترجي المتوج بلقب بطولة هذا الموسم يسعى لإحراز ثنائية فيما يتطلع النجم لإنقاذ موسمه وتحقيق لقبه الثامن في الكأس ونختم بجديد الساحة الثقافية حيث تم مساء أمس بمدينة الثقافة اختتام أيام الإبداع الصحفي الثقافي بتوزيع الجوائز على المتواجين بها توزيع جوائز هذه التظاهر التي تندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة كان خلال حفل فني أحيته الفنانة روضة عبدالله مياة التي غنت لهر وضع عبدالله بمناسبة اختتام أيام الإبداع الصحفي الثقافية هي مفرد في سيغة الجمع فهي المرأة التونسية التي تعمل في جميع المجالات ومنها مجال الصحافة والتي تدافعنا بالقلم والمصدح عن قيم الحرية والعدلة يوم العالمي لحرية الصحافة نتفكر زيدا نجيب الحمروني ونتفكر برشا نسي كل مرأة من موقعها قاعدة تناظل وقاعدة تفك في بلسطها النزال من أجل قضايا الإنسان كإرساء ثقافة التسامح والانفتاح على الآخر والعمل على الوقاية من التعذيب والاهتمام بقضايا اللجوء كانت محاور مسابقات تم فتحها للصحفيين وصحفيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وقد تم توزيع جوائزها على المتوجين بها بهذه المناسبة التوجنا لعمل حول مسرح السجوم يعني يظهر لي هذا يلخص دور الأعلام أنه يتحدث عن الفئة المهمشة يتحدث عن الفئة المنسية يصلت الضوء على المناطق المظلمة هذا من بين أبرز أدوارنا العمل اللي متاعنا هو كان ستة أشهر بعد الفيضانات في تكلسا يعني هو الهام فيه وأنه نحن وصلنا صوت المواطنة التونسية علينا جميعا كصحفيين وإعلاميين أن نعي مسؤولية صاحب الجلالة اليوم في هذه المرحلة من التاريخ التونسي علينا أن لا نصمت أن لا نتراجع أن نتقدم إلى الأمام من أجل خير هذا البلد هذا البلد الذي كان المواطن فيه هاجس الأعمال الصحفية المتوجة أفردته الفنانة روز عبدالله بإغنية جديدة عكست فيها واقعه في هذه الفترة من تاريخه وبمستوياته المختلفة خسام النشرة وهذا تذكير بالعناوين تواصل تزويد محطات بيع البنزين بالوقود بنسق تدريجي والطبو بيؤكد أن المنظمة الشغيلة ملتزمة بالاتفاق المنظى بينها وبين منظمة الأعراض استعدادا لشهر رمضان العائلات تشرع في اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية وتباين في الآراض بشأن أسعار هذه المواد مقتل ثمانية جنود في هجوم استهدف معسكر تدريب تابع لقوة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر جنوب ليبيا وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على المتابعة إلى النقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة